لكن هل المقاطعة مفيدة بالفعل؟ وهل تؤثر على أعدائنا بالفعل؟ وهل مطلوب منا نقاطع كل شيء؟ للإجابة عن هذه الأسئلة سأستعين بمقال السلام عليكم لماذا نتحدث عن المقاطعة مجددًا؟ لأكثر من سبب حقيقة أولًا طالت المدة فأصبح البعض يتراخى عن المقاطعة في الأردن مثلًا هناك مغتربون يعودون في الصيف حاملين معهم ثقافة الاستهانة بالمقاطعة من بعض الدول التي كانوا فيها مما يؤثر على مقاطعة أهل الأردن ثانيًا حدثني بعض الإخوة من طلاب العلم في بلاد الحرمين مثلًا أنه حتى زملائهم في الكليات الشرعية طلاب العلم الشرعي لا يقاطعون بل ويقولون لهم هذه المقاطعة غير مفيدة ولا معنى لها فنحتاج أن نجدد الهمة ونرد على المعترضين ونبين أننا نحن من يحتاج المقاطعة أكثر من أي أحد آخر يعني أثرها علينا قد يكون أكبر من أثرها على إخواننا في غزة هذا هدف الكلمة وحتى لا نطيل عليكم سنذكر في كلمة أخرى بعض الضوابط التي تجعل المقاطعة أكثر معقولية وقابلية للاستمرار بإذن الله لكن خلينا اليوم نؤكد على مبدأ المقاطعة بداية يا كرام المال هو العمود الفقري للأمم قال الله تعالى ولا تؤتسفها أموالكم التي جعل الله لكم قياما التي جعل الله لكم قياما فلو توفي رجل وترك خلفه مليون دينار مثلا فلا يجوز أن تأخذ هذا المال وتقول لابنه الصغير الذي لا يحسن التصرف بالمال خذ يا حبيبي هذه الورثة من أبيك لماذا؟ لأن الله جعل المال قياما لنا عمودا فقريا للمجتمعات كثير من تسلط النظام الدولي المجرم على المسلمين هذه الأيام هو من خلال المال التلاعب الصهيوني بوعي الشعوب بوعي الشعوب ومواقف الدول كثير منه من خلال المال فلا يجوز إهدار المال بإعطائه لمن لا يحسن التصرف به من أطفال المسلمين مثلا فتصور لما أنت مش بس بتعطي المال لطفل مسلم لا يحسن التصرف به بل تعطيه لمن يساعد عدوك على قتل إخوانك وتعذيبهم وتشريدهم وتجوعهم وحرقهم لكن هل المقاطعة مفيدة بالفعل؟ وهل تؤثر على أعدائنا بالفعل؟ وهل مطلوب منا نقاطع كل شيء؟ للإجابة عن هذه الأسئلة سأستعين بمقال للدكتور كريم حلمي وفقه الله مع بعض التبسيط والإضافات يقول الدكتور كريم في مقاله المميز أجب أن أقول في أمر المقاطعة الاقتصادية قولا عاما فيه إيجاب أو تحريم بسلطان الشريع بل لا أرى صحة الإطلاقات العامة في هذا الباب على أي حال وإنما ينبغي أن يفصل فيه تفصيلا دقيقا لكني أرى مبدأ المقاطعة حسنا جميلا نافعا في الجملة لا أريد أن أخوض هنا في جدل التأثير الاقتصادي المباشر على أعداء المسلمين والذي لا يخلو من مبالغات أو تهوينات سادجة الأهم عندي هو التأثير النفسي والاجتماعي على المسلمين أنفسهم ودور ذلك في ترسيخ الحمية للإسلام وأهله والغضب لله ورسوله والمسلمين وموالاة المؤمنين والبراءة من أعدائهم إذن الدكتور كريم يتكلم عن حاجتنا نحن إلى المقاطعة كمسلمين دور المقاطعة في غرسي وتنمية هذه المعاني العظيمة التي نحتاجها نحن بشدة والتي ما عادت تدرس لا في مدرسة ولا جامعة ولا حتى يسمح بالحديث عنها في خطب الجمعة والتي هي مرتكزات الإسلام الكبرى الحمية للإسلام وأهله الغضب لله ورسوله وللمسلمين موالاة المؤمنين والبراءة من أعدائهم المقاطعة تربي فينا هذا كله ثم يقول الدكتور كريم مبينا تفاصيل استفادتنا نحن من المقاطعة يقول فمن ذلك أولا التبني العملي التبني العملي يعني المقاطعة هي سلوك عملي لا يكتفي بمجرد مشاهدة الصراع بين إخواننا وقوى الكفر هذا السلوك العملي يخرج أحدنا من منطقة الراحة إلى تحمل مسؤوليات وواجبات ومشاركات وهذا يعمق مشاعر الولاء لإخواننا والبراء من أعدائنا يقول فنقش الفعل على حجر النفس أعمق كثيرا من نقش المشاهدة والسماء ثانيا نسج الاستمرارية فالمشاعر تخبو مع الوقت واهتمام الإنسان لقضية معينة يضعف شيئا فشيئا ما دام خاملا تجاهها مجرد متلق ومتابع لكن يحافظ على ذلك وجود فعل إيجابي يمارسه الإنسان يوميا وقرار متجدد مع كل حاجة إلى شراء شيئ ما ومفاضلة بين الخيارات يعني أنت ممكن مع انخراطك في الحياة انت قضية إخوانك استدعاء موضوع المقاطعة عند شراء حاجياتك يبقي قضيتهم والتي هي قضيتك يبقيها حية في كيانك يقول ثالثا تقويم النفس توظيف المشاعر الحالية في تهديب النفس والاخشوشان والتخلص من بعض الإدمانات السلوكية وهذا من المقاصد الشرعية أصلا يعني نحن من أسباب ذلنا وضعفنا تعودنا على الحياة الاستهلاكية والتعلق بالماديات خلينا نفقد متعة بعض السلع والخدمات التي كنا نستمتع بها تضحية في سبيل الله وتعودا على التحرر من الاستعباد للمادة هذا مقصد شرعي عظيم حتى بعيدا عن الأحداث الحالية رابعا الانعتاق النفس اقتصادي التحرر من التعلق المبالغ فيه بالعلامات التجارية العالمية حتى لو كانت البدائل أقل جودة أو غير موجودة وهذا قد يساهم ولو جزئيا في التحرر من بعض صور العبودية الاقتصادية وهذا أيضا يجعل طالبي حقوق الامتياز الفرنشايز في البلاد الإسلامية يضعون في دراساتهم رغما عنهم المواقف التاريخية للعلامات التجارية من الأمة الإسلامية وقضاياها يعني المستثمر من بني جلدتنا الذي يريد أن يطلب حق امتياز شركة أجنبية رح يحسب ألف حساب ويهرب من الشركات التي لها موقف معادي للمسلمين يقول الدكتور كريم ولعله مع الوقت يحفز أصلا ترك هذه الاتكالية الاقتصادية إلى صور أخرى أفضل يعني هذا مثلا يشجع الصناعة المحلية أو الشراء من بلاد مسلمة أو على الأقل بلاد غير معادي للمسلمين لا زال الحديث عن حاجتنا نحن كمسلمين للمقاطعة الفائدة الخامسة الرمزية السهلة إيش الرمزية السهلة؟ عندما يجتمع مجموعة من الأصدقاء فيقترحون الأكل والشرب في مكان ما فيعترض أحدهم ويقول مقاطعة فهذه كلمة ترمز بسهولة لمعاني كثيرة وتجددها ولو من غير نقاش حولها ويظهر هذا أكثر في نقل هذا السلوك للأطفال فنحن نختزل بهذا التربية على معاني كثيرة جدا العزة، الحمية، الأنفة، الولاء والبراء، الحق والباطل، الإيمان والكفر بسلوك بسيط وهذا الذي ذكره الدكتور كريم قد يكون أهم في الموضوع أن نربي أنفسنا ونربي أولادنا على هذه المعاني العظيمة لذلك يا إخواني بغض النظر عن الأثر الاقتصادي المقاطعة على عدائنا ومن يدعمهم نحن في أمس الحاجة إلى هذه الآثار النفسية والاجتماعية والتربوية وأضيف نقطة سادسة إشعار إخوانك في غزة بأنك معهم تصور لم أخوك في غزة يا راك تستمتع بسلعة لشركة تتباهى بدعمها للصهاينة الذين يسحقونه ويشردونه ويبترون أطرافه ويعتقلون زوجته ويحرقون أبناءه أين أنت بهذا من حديث مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداع له سائر الجسد بالحمى والسهر ثم أخوك يا راك بدل أن تنجده بما تستطيع بتروح تستمتع بسلع من شركات تعاديه ثم يقول دكتور كريم من أعظم المعاني الشرعية الحث على إنكار المنكر ولو مع ظن عدم الاستجابة لأن مجرد الرفض الاجتماعي مطلوب شرعا ولو كان أضعف من منع المنكر ولأن من أعظم مقاصد الشرع ألا يستمر الإنسان المنكر مع مرور الوقت بحجة عدم الجدواء فإنكار المنكر يحتاجه المنكر كما يحتاجه المنكر عليه لذلك تجد أن من درجات إنكار المنكر الواجبة الإنكار بالقلب لأن قلبك يحتاج إلى سماع إنكارك ولو لم يسمعه الناس لأن قلبك يحتاج إلى سماع إنكارك ولو لم يسمعه الناس فالمقاطعة إخواني هي إحدى الوسائل التي تنكر بها ما يحصل لإخواننا وجريمة التآمر عليه من القريب والبعيد هذا الإنكار مطلوب لذاته بغض النظر عن نتائجه لذلك إخواني لابد للمقاطعة أن تستمر والسلام عليكم ورحمة الله